توحد مهدد بالتفكك ذلك الذي أعلنه نتنياهو لمواجهة غزة بعد الصفعات التي تلقاها هو وكيانه المحتل بعسكره ومستوطنيه على يد المقاومة الفلسطينية إعلان الحرب الشاملة على الفلسطينيين لا يبدو أنه يسير كما خطط له فسرعان ما تحول التهديدات نتنياهو ومساعديه بالاجتياح البري السريع لغزة إلى مخاوفة تم وصفها بالتريث الاستراتيجي تريث تفوح منه رائحة الخوف من مغبة مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين قد تكون وخيمة على الصهاينة تردد عسكري يذكر نتنياهو بالفشل الأمني في زلزال السابع من تشرين أول الجاري لكيان لطالما تفاخر بأنه لا يقهر بحسب زعمه قبل أن يتحول إلى أضحوكة أمام مؤيديه قبل خصومه التكتم على حجم الضرر الأمني الذي لحق بالاحتلال قد يفسر التردد في اتخاذ القرار العسكري بالغزو البري كما يلاحظ أن الوعيد بالانتقام الشديد من غزة وصمودها بدأ يفقد زخمه رغم كثافة الدعاية المضادة ونشاط الآلة الإعلامية في تل أبيب لصالح المجهود الحربي معطيات الحرب تغيرت بعد تقارير صحفية كشفت عن طلب واشنطن من سلطات الكيان بعدم التسرع بالهجوم على غزة إلى حين وصول معدات وذخائر كافية لإسناد العمليات الصهيونية ومحاولة التوصل إلى صفقة ما بموضوع الأسرى في غزة ما يعني أن الطرفين المتحالفين غير مستعدين لمواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية يقول خبراء عسكريون ومع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث فإن بوادر خلافات وتصدعات في إدارة الحرب داخل حكومة ومجتمع الكيان الصهيوني بدأت تتكشف وأبرز الخلافات تدور حول الخطوات الميدانية وكيفية بدء الحرب البرية والتعامل مع الجبهة الشمالية كما تم رصد حالة من عدم الثقة لدى قطاع الأعمال وإدارة الحكومة للملف الاقتصادي وامتعاض المستوطنين النازحين من منطقة الجنوب بسبب ترد الظروف المعيشية وسوء الأداء الوزاري بحسب وسائل إعلام تابعة للاحتلال مصائب الكيان المحتل لا تأتي فرادا فأزماته لا تقتصر على عدم ثقة نتنياهو بقيادات جيشه ووزير أمنه بل هناك بوادر لخلافات سياسية داخل حكومة نتنياهو نفسها حيث بدأ وزراء حزب الليكود باستشعار النتائج السياسية للفشل العسكري الكبير على حكومة نتنياهو وعلى الحزب وبادروا إلى فك الارتباط بين مصيرهم السياسي ومصير نتنياهو المحتوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر